السلام عليكم إخواني أخوات الكرام مرحبا بكم مجددا على قناة كومينيكو الفخونسي ودائما في سلسلة دروس اللغة الفرنسية الخاصة بالصرف وتحويل اليوم إن شاء الله سنرى درس جديد تحت عنوان أو ما يسمى باللغة العربية الماضي القريب أو الحديث كنتمنا تتابعوا معايا حتى النهاية هاد الفيديو باش تفهمهم زيان طريقة باش كان نحصلوا على هاد لباسي غيسون وما تنساوش تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصل الأكبر عدد إن شاء الله بغينا كل شي يستفد إذن بلا ما نطول عليكم نبدو على بركات الله الدرس ديالنا باش تفهم الماضي القريب أو الحديث هو يدل على حدث وقع مندو حين أو بعد وقت وجيث يعني عادي الله يلاح دا بوقع مفهوم؟ يعني عادي يدل على حدث وقع مندو حين بالنسبة لرجل أو القاعدة ديال لباسي ريسون ماذا تقول؟ لباسي ريسون كتساوي إذن هذه هي القاعدة بصفة عامة وكانت بقى على جميع البرب داكو؟ يعني أي verب يعني كنت بقى على هاد القاعدة ألي نشوفوا لدوز إجزمبل باش تفهموا مزيان لتران فين دو بارتير لتران ألو هو لسجي فين سي لبرب ونير أوبريزان دو لندگاتيف دو سي تين بريبوزيزيون وبارتير راها في البرب بارتير على انفينيتيف يعني شنو كتعني هالجملة؟ يعني القطار يلاه قلع دا باعت قلع نفهم؟ يعني مودة وجيزة يلاه عاد قلع دوزيان فراز بيان دوزيان دوزيان يعني أنا يلاه جمعت الكتب دياولي يلاه دابا يلاه جمعت الكتب يعني دابا شوية إذن ج سي لسجي فيان سي لبرب فونير د بريبوزيزيون وغامس يعني رفع الانفينيتيف مفهوم؟ إذن بحالة تبقنا هنا يلقاعدة قاعدة شنو كتقول لنا؟ إلا بغينا لباسي ريسان شنو كندير؟ كناخد لباسي ريسان كنصرفو في البريزان دو لانديغاتيف وكنزيد لها هادك د عاد كنزيد لباسي ريسان وبها الطريقة كنحصل على لباسي ريسان ولي مهم فاد الدرس هو لباسي ريسان حيث هو اللي معتمد على هاد الدرس كامل يولي كنصرفو في البريزان دي لانديغاتيف Alors comment on conjugue le verbe venir au présent Alors je viens tu viens il vient elle vient nous venons vous venez ils viennent ils viennent donc هادهوى le verbe venir au présent de l'indigatif l'infinitif يعني هاد الجواب ما راديش تشوفو حتى خدموه هي أل هيا أل femen دي لانديغاتيف دي لانديغاتيف sixième phrase vous venez d'avoir votre diplôme ils viennent de construire une grande maison conf複 mi m la de la 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 وبهذا مشاهدي الكرام وصلنا الى نهاية الدرس ديالنا اللي كان عبارة عن سلسلة من سلسلات دروس صرف وتحويل في اللغة الفرنسية والذي كان عنوانه او ما يسمى باللغة العربية الماضي القريب او الحديث كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة الشرح ديالي اللي عنده شي غوم موضولة يدير اللي يتمها في الكومنتر واللي بغى ايضا تولى شي حاجة شي توضح يديرها اللي يتمها في الكومنتر مع لي انا غير نجاوبه ان شاء الله ايو ما تنسوش كمال عدد بارتاجي ومع لزامي ديالكم يعني باش دلوا لي لايك دلوا لي الاعجاب باش يوصل اكبر عدد كوش يسف ان شاء الله وده بغى نخليكم ان شاء الله نطلقوا في درس اخر باذن الله